موسيقى الحمد لله كنا نستنعوا بالندي وميدالية لكن مشي ذهبية كنا نطلعوا في القديم كنا متأكدين من لوحتينا موسيقى الحمد لله ربي مشينا تير بار تير وخطوة بخطوة حتى الحقنا الفيناء الحمد لله ربي تفرج علينا وفتح علينا بالذهب وشرفنا البلاد قبل ما نشرفوا وحتينا كي يطلع عالم الجزائر هنا في خيار نصاصة في حاجة عظيمة لنا دوي الهيمة ديما ما يخيبوناش وراهم في منحة تصاعدي من اولمبياد الى اخر اليومنا في خمس ميداليات ذهبية وان شاء الله تكون عنا ثلاثة عبا برونزية ولكن ان شاء الله الرابعة عين جاية يعني وش الكلمة التي تقولها الجزائريين في ادناج الجزائريين نقولهم يلتفتوا شوية والذوي لهم ماذو خزروا فيهم شوية مشيغر اللي فاليد اللي رام يجيبوا احنا ثانا نخدموا وانا نتعبوا وحنا باشر كما هما والحمد لله نعرف ثقة كبيرة في الجزائريين بل يسندوا اي واحد مثل العالم الجزائري يسندوهم ليحمله هناك اهتمام خاصة وانا رئيس الجمهورية في كل مرارة يتابع في هذه الالعاب وهناء الى الابطال الولمبيين يعني الحمد لله هناك اهتمام وكاين الناس تتعبوا وتجريوا والحمد لله باش حنا رانا هنا هيا صافينا استعبت باش حنا جينا لهنا هيا والحمد لله حنا تعبنا فوق الطبي وناس تعبت على الاب الرب باش حنا رانا هنا الحمد لله الحمد لله على القرد ما قلت ليش كيف كانت المنزلة اليوم يعني هاليا سعباه المنزلة اكيد احتلع بباراولمبيا رقم على عشرة الأفضل في العالم مخيرين انت انا في المرتبة الثمنة في العالم وبدأت ان روتار بدأت في سبتمبر اللي فات حتى الضكا تكاليفيت اسمها في الفترة الأخيرة في المنزلة في غران بري الأخير الحمد لله عندك تشوف انت اللي كان مترشح بشيدي ذهبية الهندي يتحصل على مرتبة ثالثة يتحصل على مرتبة ثالثة والإيراني كان بطل العالم كانوا يتحصل على ميدالية ذهبية أو في الضياء الحمد لله جيت انا اخرش من التحت من هذه انتتها ان شاء الله يا ربي الأهداف لسؤال الأخير الأهداف تعب القادر بعد هذه الأولمبياد ان شاء الله احنا كما يقول نحن ندو فترة راحة والأهداف تعنا دائما الإنسان يكون طاموح ولكن كما تكون طاموح تكسب وتتعب يكتب عليك أهداف تعيي ما زالي نزيد من الضرب وقدر نزيد من الجزائر والمدل الشعبات اللي يستهلكوا الخير شكرا